القوات الحكومية تحبط أخطر محاولة للانقلاب على السلطة الشرعية في محافظة أرخبيل سقطرة المحاولة تمت بدعم إماراتي وسط محاولات سعودية حثيثة لفرض اتفاق يشارعن للسلوك الانقلابي ويمنح عناصر الانتقال مكاسب سياسية فها هي قوات الواجب السعودية المرابطة في أرخبيل سقطرة والتي تقوم منذ الجمعة بتسير دوريات أمنية في حديبو تبذل مساعي وساطة لفرض صيغة اتفاق لم يتضح بعد ما إذا كانت السلطة المحلية قد قبلت بها أم لا وتقضي بتحديد مهلة تنتهي الأحد لانسحاب العناصر المتمردة من بعض المقار الأمنية وإلغاء اسم مركز الشامل الذي أرادته الإمارات معسكراً أمنياً موازياً في سقطرة إلى جانب إنهاء النقاط الأمنية المستحدثة من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي والحزام الأمني مساعي تعيد إلى الأذهان تحركات سعودية مشابهة بذلت في أعقاب انقلاب العاشر من أغسطس في عدن والذي أخرج الحكومة من عاصمتها السياسية المؤقتة وراهن عودتها إليها باتفاق يثبت المكاسب السياسية والعسكرية والأمنية للانقلابين وبين نجاح القوات الحكومية في السيطرة على الوضع والمساعي السعودية المثيرة للجدل ودعت محافظة أرخبيل سقطرة عملياً يوماً عصيباً سيدخل في تاريخ المحافظة إنه الرابع من أكتوبر تشرين الأول الذي كسر فيه المتمردون عقوداً من الهدوء والسلام والاستقرار التي ميزت هذا الأرخبيل بمحاولة فاشلة للانقلاب باستخدام الإمكانيات التي وضعتها السلطة الشرعية تحت تصرف القوات الأمنية عامل مدير الأمن المقالع للرجده خلال سنوات توليه هذا المنصب على تمكين المخطط الإماراتي من توظيف قوات الشرطة في الوصول إلى تجاوز الثقل الأمني والعسكري لللواء الأول مشاه بحري بعد أن يأس الإماراتيون من استمالة قادته وقوامه لصالح مخطط الاستحواذ واضح المعالم على هذا الأرخبيل المطل على المحيط الهندي كان موضوع تسليح الحزام الأمني وقوات الأمن التابعة للمتمردين أحد أولويات أبوظبي وليس ببعيد الأحداث المرتبطة بحمولة السفينة الإماراتية من الإمدادات والأسلحة والسيارات التي دفع بها لتعزيز هذه القوات أواخر مايو المنصر فعلى الرغم من فشل اقتحام مسلح للميناء رتبه في ذلك الوقت قائد الشرطة الذي تمت إقالته إلا أن السفينة تمكنت من تفريغ حمولتها والخروج من الميناء دون أن تستوفي الإجراءات القانونية المعتادة التطورات الأخيرة في سقطرة تحتم على السلطة الشرعية اتخاذ تدابير عاجلة لإقالة قادة أمنيين أظهر حيازهم للتمرد وعلى رأسهم قائد القوات الخاصة وصولا إلى تصفية التركة الإماراتية السيئة في هذا الأرخبيل